سلام خوتي العزيز كيف انتم؟ نتمنى تكونوا باخر على خير وبأفضل حال تحياتي للجميع بدون استثناء شكرا خوتي لأي شخص كيتفاعل مع قناة حكاية ريمة المغربية خوتي قصتنا اليوم على العرص الأسطوري اللي شغل العالم كله واللي سموه الناس بزفاف القرن لابن أغنى رجل في أسيا لهذا اليوم عنحكي لكم ملخص دي الحفلات آنانت وراديكا وكيف اشدوزو في العرص بزفد الحاجات وفي الآخر اطلقو بقوا معايا اخوتي باش تعرفوا التفاصيل دي الحفل وكيف اشداز وفي نفس الوقت كيف اشتوصلون للطلاق لهذا اخوتي كالعادة ما فيها بس تشجعوني باللايك اللي كيف رحني والتعليق اللي كي بسمني وكذلك البرتاج اللي كيدعمني ومن زيتش اخوتي نطولة لكم ويلا نسمعوا القصة أنانت أمباني في عمره 28 ولد اغنى رجل في اسيا اللي اسميتو موكيش امباني مؤسس شركة ريلاينس للصناعة المحدودة واكبر شركات النفط والاتصالات هاد انا انداخوتي اخطب واحد البنيتة اسميتا اراديكا ميرشانت واللي في عمره 29 سنة وحتى هي بنت ناس اللي باسع لهم بها اسميتو فيري ميرشانت وهو مؤسس شركة انكو للرعاية الصحية والرئيس تنفيذي للشركة وعودوا بمجلس ادارة شركة ابولوتيو لتصنيع الصلب وهذه العائلة اخوتي من اللي اتلاقوا والعالم كله عايش معهم مراحل ديال الحفلات والعرس ديالهم واللي كان اسطوري ودوزوا فيه تقريبا سبعة شهر ديال الاحتفالات لهذا اخوتي بقوا معايا باش تعرفوا موجز ديال هاد العرس والحفلات نهار 29 ديسمبر من عام 2022 تقدم انانت انباني لراديكا ميرشانت في معبد بولاية راجستان وتمكنت خطبتهم الرسمية مرها في 18 يناير من سنة 2023 وفي هذا الوقت عملوا اول حفل وكان حفل تقليدي هندي معروف باسم مهاندي وهذا الحفل اخوتي عملوا فيه الحنان العروسة يعني كيف حل لدي الحنان ديالنا وفي 1 مارس 2024 عملوا حفل تاني باسم بري ويدن ستريموني وبقى هاد الحفل لمدة 3 ايام وهدي كانت اول اطلالة عن العروسة في الحفل وهدي اخوتي تاني اطلالة في نفس الحفلة كما كان عملو احنا مع التكشيطة كان عملو التكشيطة الاولى والتكشيطة التانية وهي اخوتي هما نفس الشي وفي هاد الحفلة اخوتي حضروا بزاف دير الشخصيات المشهورة واللي عندكرو منهم كيف حل ايفانكا ترامبو عائلتا وكانت مع تامارك المؤسس ورئيس تنفيدي لشركة فيسبوك ومرتو بريسيلا وطبعا اخوتي منسا وشيحة الممثلة الهندية ديبيكا ورجلة رانفير والحفلة اخوتي ما يمكنش ياخد طابع النجومية الا بوجود كينغ الافلام الهندية شارو خان وعائلته وكانت اخوتي حتى في الحفلة المؤثرة المصرية رانيا يحيا والصراحة الله هي الوحيدة المصرية المتواجدة في الحفلة ايوا يا اخوتي داجد نذكر واحد مرة اخرى الفيديو معي بغيشي تسالة لهذا حدي هنايا دابا اجي واخوتي ننتقل عند المغنية ريانا واللي هي احية الحفلة في ديك الليلة وكيقولوا باللي كان الاجر دياله في الحفلة تقريبا 6 مليون دولار وفي النهاية ديال الحفلة اخوتي عملوا عرض احترافي في السما بكتر من 5500 طيارة بلا طيار ومن بعد الحفلة العائلة ديال انباني عملت مائدة خيرية ووزعت العشاء على خمسين الف شخص فاقر في الهند وباش تشوفوا التواضع ديال العرسان انانتو راديكا هو من اللي شخصيا قدموا الاكل من هاد الفقاراء وهذا غير ملخص من الاشياء اللي عملوها في الحفل ما قبل الزواج واللي بقى كل تيام ومراه في شهر ماي في الفين وعشرين طلقوا العرسان في رحلة بحرية المدة دياله اربع يام والرحلة كانت في افخم باخرة وهاد الباخرة اخوتي خداهتهم في رحلة الى ابرز الدول الاوروبية وطبعا اللي استقبلوهم على الباخرة كانوا الموظفين ديال شركة امباني وعائلتهم وموظفين ديال عائلة راديكا واخوة كانوا منعين تصوير بالمرة ولكن اخوتي صاحب الحسنات موجودين في ذاك الوقت واخا هايداك شي حاد قدار يصورهم وانشار تصوير ديالهم وهما في الباخرة بنادم يجيب دك يجيب دك واخا تعيات حدي وفي جو جوليوز 2024 يعني بعد الرحلة مباشرة قروا انهم يعملوا عمل خيري كجزء من الاحتفال ديالهم وعملوا زواج جماعي من خمسين شخص فقير وما قادرش على الزواج في الهند وتكفلوا اخوتي بزواجهم بالكامل وبتقصهم كاملة متكاملة ومرهابش ايام عملوا حفل في واحد مطاع معروب باسم سانجيت وهو مكان كانت يمه ديال العريس واللي اسمه نيتا هي اللي قامت بتأسيسه واصلا سماوا هيدا نسبة حفل سانجيت اللي كي عملوه لهنود قبل الزواج ديالهم وقد تعتبر هاد الحفل جزء من العادات والتقاليد عندهم وكانت الفكرة ديال هاد الحفل يكون كله اغاني وشطاح باش يفرغوا فيها الطاقة عاد فهمنا اخوتي علاش افلامهم كلها غنى وشطاح وفي الحفل شطحت عائلة انباني كله على المسرح مع ولادهم ونسا ديالهم وكامنين بيهم والعرسان اخوتي كانوا دهروا باطلالة فريدة يعني اخوتي هاد الغنى وشطاح ماشي في الدم ديال الهنود ماشي هيدا وكان اخوتي حتى جاستين اللي مسكنه خسر والوطايح هيدا جابوه غنى في الحفلة وكيقول اخوتي كان الاجر دياله تقريبا عشرة الملايين دولار وهيداك مسكن قاع مقدار يجيب السمطة نسر والله هديه وصافي وفي ثمانية يوليو احتفلوا بليل اسمه هالدي وهي عبارة على حفلة من ضمن عاداتهم وتقاليدهم والتقوص ديالهم كي باركن العرسان مع العائلة ديالهم برش على ريوسهم ويديهم معجون الكركم ايوا ياخوتي باش البشرة كتصفى وكيز ديال مويمتي كان بزيتهم راسي صافي وهات الصورة اخوتي كتبي الاطلالة ديال العروسة في حفلة الكركم او الخرقم الساري كله من فوق مصنوعية دويا من الزهور الحقيقية وهي زهور الموقرة وكيما كان عارفوها باسم اليسم وكان مقر زواجهم في مركز ليو العالمي للمؤتمرات واللي مساحته كتكفين 16 ألف شخص وهدي كانت بطاقة دعوة الخاصة بالزواج ديالهم سردو هن المدعوين في بوكس من الدهب والفدة وكانت دعوات مكتوبة بخط اليد من عائلة أمباني وكان مع الدعوات هدية شال ولكن ماشي أي شال عادي هاد النوع معروف انه كيكون ناعم بزاف وخفيف وعاد اخوتي صناعتك تكون بحرفية عالية ويدوية بلا ما يدخلوا فيها آلة الخياطة والواحد فيهم اخوتي كيدووز فترة ديال الخياطة دياله تقريبا ثلاثة شهور كاملة وبلا ما نشوف اخوتي الثامن دياله لأنه باين ثامن خيالي دابا خليونا نشوفو التلت ايام الاخيرة الخاصة بالاحتفال الزواج الاساسي ونبدو مع اطلالة ديال العروسة فاول يوم من اربع ايام للاحتفال الزواج الرسمي الساري اخوتي كان من تصميم ابي جاني سانديب وطول ديال اللي شاحد الساري بوحده كيوصان خمسة امتر اما المجوهارات كان دياله مها وتقريبا هي نفس الارت العائلين كل العروسة فعائلتهم كي بقى خصة لبسو وطبعا أخوتي العقد بوحدو عبارة على خمسة صفوف من الألماس لا شكل وريدات وفي الوسط ديالهم أحجار كبيرة من الزوم الرد يعني حتى إذا وردتها أخوتي وعملاته في عمقى رهكي سوى الملايين هدي هي الورتة وإنما دابا أخوتي من اللي سلينا مع العروسة أجيو نشوفوا الإطلالة ديال العريس إيوه يا أخوتي السيد في الحافلة كامل اللي دووز كانو حويجو أخوتي مترزين بالدهاب والألماس يعني لبسة وحدة تحل مشاكلنا المالية كاملة هو غير سبردي لأخوتي اللي كان لابسك تسوى تقريبا خمسمائة الف روبيا هندية وفي خباركم أخوتي شنو القرر أن هيدي الأصدقاء ديالو خصوصا المقربين منو واللي من بينهم شاروخان ورنفير هداهم كاملين ساعات ليد من أودي مارس بيجيت والسردي الوحدة فيهم تقريبا مئتين وخمسين الف دولار يعني اغناهم الله أصلا راشي حاشا خيالي أخوتي وماشي غير العريس والعروسة اللي كانوا لابسين أغلى مكين حتى عائلتم وكل شي وزيد عليها حتى الحضور كانوا لابسين حويج متميزين ومن مركات عالمية كان عرس والسطوري بمعنى الكلمة وأخيرا نخوتي التكاليب ديالزواج أنانت وأنباني وردي كاميرشانت من نهار اللي بدأ لحتنها اللي استثال فيه تقريبا المصاريف ديال هاد العرس وصلت نكتر من 600 مليون دولار وهذا أخوتي هو الملخص ديال أطوال زواج في التاريخ وزواجهم أخوتي كي تعتبر من أطوال زيجات ومن أغلى الحفلات على مرة التاريخ ومن بعد هاد العرس كامل وهاد المصاريف كاملة وهاد ضجة كاملة والوقت اللي دوزه مع بعضهم انتشرت أخوتي مؤخرا خبر الطلاق أنانت ورديكا بحيث أخوتي قالوا أن السبب ديالانفصال هو شخير تخيلوا أنتوا ما معبلكم السيدات اللي بتطلق منه حيث تشكي شخير هاد شي اللي قالوا أخوتي من بعد هاد المدة كاملة عاد عتقول خصة تطلق وقال حسابات والأخبار دولة هاد الخبار ولكن أخوتي هاد الخبار كان غير مجرد إشعة بحيث أخوتي أول حاجة السيدة عامو هي قاسة معاه وقاسة مع بعديتهم هالعرس هالحفلة هالزمر هالتعتر ودابعت عقوله تطلق ثاني حاجة أخوتي را أقول لفات شخير ديالو را ما يمكنش عامو ما تكونش يعارف هكي شخور زيد عليها أخوتي الناس قاسين كيعملوا جولة حول العالم يعني كيدو وزوز عماكن ديك شهر العسل طبعا هما كل حاجة ما عنده شي شهر وما عندهم شهر عام عام دي العرس عامين شهر العسل وقاسة كتعمل شوبينج السيدة كتتصوق مع راستها في سوق بانما مؤخرا بانتوا تصورت أمما وتصورت أخوتي مع الرئيس ديال بانما ومع العائلة ديالو اللي كانوا في ضيافتو يعني السيدة مخصد تاخير وزيد عليها أخوتي هما عندهم في الهند اطلق صعيب ماشي غير أجي يطلق وزيد عليها من غير هات شي قولوا حنا شي كامل يدوز واخوتي هما بجوج بهم عائلة من أغنى أغنية الهند يعني بنتهم مصالح مشتركة وأعمال أخوتي يعني مستحيل ينفصلوا بهات السهولة وهذا الموضوع يعني ما يقدر شي يكون ماشي غير أجي يطلق عندهم لهذا أخوتي هاد الخبار كلها خبر زائف ومجرد إشاعة شكرا لكم وكانت هادي هي قصتنا وكانت من أخوتي تكون نار سريدكم وشكرا لكم وشكرا لدعم ديالكم وما تنسوني شاخوتي من تعاليق ديالكم لغزالة اللي كتفرحني وباللايكات ديالكم اللي كتدعمني بها وبالبارتاج ديالكم اللي كيحمسني وكتخلوني أنني نزيد نستمر ونحكي لكم قصص ثم قصص خوتي العزاز ما بقى علي غير نقول لكم مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة